لم تكن شرارتها الأولى فعلا عفويا لا تراكم ولا بعدله بل بداية لثورة كفاح شعبي ضد إمبراطورية راجع أن الشمس لا تغيب عنها فمن جبال رتفان صدح صوت الثورة وصدحت بنادقها ومن تلك المرتفعات غابت شمس الاحتلال بلا رجعة على أرض مدينة لحج آنذاك وفي الرابع عشر من أكتوبر 1963 تجسدت ملامح الثورة الثانية ثورة امتدت كنتيجة نضالات عديدة لحركة وطنية جابهت مختلف أشكال التبعية والاستعمار وحطمت في طريقها كل الكيانات الفئوية فكما كان لثورة الشعب في صنعاء شمالا كلمة ضد الاستبداد والكهنوت والإمامة الرجعية المتخلفة كان لأبناء عدن أيضا كلمتهم الأخرى ضد الاستعمار وصوتهم الأعلى في طريق الاستقلال الوطني وطرد المحتل صوت بنادي على الشعب المقيد فيها مكدر فيها مستدبى السعيد صوت بنادي على الشعب المقيد في إرادة والعزيمة والجهار ثورة تحررية وطنية رسمت ملامحها الأولى عند أول طلقة وجهها أبناء رتفان بقيادة المناظر الغالب بن راجح لبوزة البطل الذي كان عائدا ومجموعته من الدفاع عن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وفيما كان الصراع في المجمل صراع هويات الأولى هوية أتت غاصبة للأرض من أطراف الأرض كان التمسك بالهوية الجامعة جنوبا والتصدي لكل المشاريع الاستعمارية بمثابة حجر الزاوية الذي تأسست عليه كل نظالات الشارع في عدن فلم تكن الثورة الأكتوبرية مجرد مسار نظال خاض معركة مسلحة مع القوات البريطانية فحسب بل كان أيضا خطا نظريا أسس عليه مشروع مجتمعي متكامل مكن من شرح الواقع وحدد مختلف القوى التي تتفاعل بداخله عوامل عديدة أنضجت الفعل الثوري وأخرجته من الإطار العسكري إلى الإطار السياسي لتشارك فيه بعد ذلك كافة القوى والمنظمات والحركات المدنية والعمالية سنوات من الاجتهاد والصراع الذي خاضته جبهة التحرير والجبهة القومية ضد الاستعمار كانت كفيلة بإنتاج مفاهيم تحرورية نهضت واقع الاستغلال ومصادرة الحقوق وأهمها الحق بملكية الوطن نفسه طوت ثورة أكتوبر عهودا من الظلم وحددت ملامح مستقبل الأرض التي عادت إلى أهلها وكانت الثورة بحد ذاتها تجسيدا لفكرة صهر قوى المجتمع في قاعدة التشارك وإلغاء السلطنات الاستبدادية التي أنشأها الاستعمار وظل يسيطر من خلالها لعقود طويلة من الزمن موسيقى موسيقى موسيقى